تتغير الأحداث في العالم والمنطقة ويبقى اليمن الثابت الذي لا يتغير تصعد أنظمة وتسقط أخرى وتنشب أزمات بين الحلفاء ويبقى اليمن من دون حليف يستطيع الركون إليه وتطبيب جراحه العميقة ما يقارب من سبع سنوات واليمن في عهدة العالم والإقليم منذ قرر الجميع تدخل عقب ثورة 11 فبراير 2011 من بوابة المبادرة الخالجية التي لم تقف الأبواب الماضي بقدر ما جمدت الحياة السياسية في البلاد وأعاقت حركة التغيير وفتحت البوابة أمام أوسع عملية ثأر من اليمنيين عماني ونصف العام واليمن يعيش حربا طاحنة جراء الانقلاب الذي قادته مريشي الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع لم يفق اليمنيون فجأة على الانقلاب فقد كان التمهيد له يدور في وضح النهار وبمشاركة أطراف إقليمية وأخرى دولية وحين وقع الفأس على الرأس تدخل الجيران في اليمن في عملية مفتوحة وغير مسيطر عليها وصل فيها عدد الطلعات الجوية إلى أكثر من 90 ألف غارة جوية لم تنجح في انهاء الانقلاب بقدر ما عززت الانقسام وفرضت خارطة جديدة طالما تحاشى اليمنيون نظر إليها كونها لا تشبه شيئا مما كان ولا تقترب مما يحقق القدر الكافي من الاستقرار في المنطقة يتأثر اليمن بمحيطه ويؤثر فيه وتلك حقيقة تاريخية لا يمكن نكرانها وحين يكون اليمن معلولا تنتقل العلة لمحيطه وبالمثل حين يكون المحيط مختلفا تظهر التنازعات فيه على شكل احتقانات وصراعات دامية تكبر المسافة الفاصلة بين الحل وأدواته ويتحول الداء البسيط لمرض مستفحل ويستمر تجرب وصفات الحلول لمشاكل الأطراف الخارجية في الجسد اليمني المنهك بالأمراض والأوبئة التي جلبتها ميليشي الحوثي وحليفها المخلوع النخاب اليمنية المنقسمة على نفسها كشفت الأحداث الأخيرة أنها بلا بوصلة ولا مشروع لديها وأن لا تستطيع تقديم مشروع وطني يعيد لليمنية دولته المسلوبة وحياته المهدورة ترجمة نانسي قنقر